كيف استطاعوا القيامة بالأمر في تلك العصور؟ إنه ليس من صنع البشر وحدهم سيلون عمره آلاف السنين ولكن حان الوقت أن ينكشف نعم، فبهذه الطريقة شيدوا تلك العجائب الشامخة آلاف السنين تنضي على عجائب تلك الآثار وهي تقف شامخة معلنة مواصلة التحدي لكبار الباحثين رافضة الكشف عن سرها الذي حير العلماء لأزمنة مديدة وقرون عديدة شغف العالم لم يتوقف لحظة لكشف النقاب عن سر الحضارة فهل حان الوقت روايات كثيرة وتفسيرات أكثر غرابة حول الطريقة التي بنا بها القدماء معالمهم الأثرية الحاضرة إلى وقتنا هذا في وقت شيدوا فيه بنايات هندسية تعجز أحدث المعدات الحديثة والأنظمة التكنولوجية المتطورة على محاكاتها وبناء مثلها السر الذي ظلت عقول كثير من العلماء عاجزة أمام التوصل إليه فتح الباب على مسرعيه أمام تكهنات بأن القدماء استعانوا بقوى خفية ولكن دراسات خرجت مؤخراً من إحدى الجامعات العالمية تضيع سراً خطيراً لأول مرة فماذا قالت؟ عالم الفيزياء التجريبية والرياضيات التطبيقية في جامعة نيويورك ليفرستورف يقول إن النتائج التي توصلنا إليها في البحث الذي أجريناه قصة أصل كشفت سراً خطيراً حول الطريقة التي جرى نحت أبو الهول بها نعم التجارب المعملية التي ظلت لأكثر من عشرين عاماً خرجت إلى النور أخيراً معلنة أن الأشكال التي تشبه أبو الهول بشكل مدهش يمكن أن تأتي في الواقع بهذه الطريقة الشغف الذي تملك ريستورف وزملائه قادهم إلى تجربة نتائج بحثهم بشكل عملي أحضروا قطعاً من الطين تحتوي على خليط من القطع الناعم والصلبة في طيارات مائية سريعة التضفق ثم أخضعوها لنفس الطريقة وكانت النتائج مذهلة التجربة أفرزت كتلاً ملتوية من الحجر ترى في العديد من المناطق الصحراوية هذا الأمر بإمكانه أن يشكل حتى أصعب وأضخم التكوينات الصخرية إلى هياك ملتوية بذات الطريقة الفكرة التي أتى بها ريستورف وزملائه ليست جديدة فهي تقترب كثيراً من فكرة عالم جيولوجيا النصري فاروق الباز والذي أفصح عنها في مطلع الألفية الثانية بقوله ربما اختار المهندسون القدماء إعادة تشكيل رأس أبو الهول على صورة ملكهم بهذا النمط وأعطوه جسماً مقنعاً يشبه الأسد مستوحى من الأشكال التي وجدوها في الصحراء لقد توصلت الدراسات إلى أن شكل الأسد المتكئ لهذا التصميم من كتلة واحدة من الحجر الجيري لم يكن من الممكن نحته بأيد بشرية بل بالرياح سريعة التطفق الرواية الحديثة تزعم أن تآكل أبو الهول مستمر حتى اليوم وأن عجائب الآثار النصرية لم تكن لتنجو من بيئتها القاصية لفترة طويلة ولو أن القدماء أبنوا آثارهم على شكل مكعب أو مستطيل لن بثرت بفعل تأثير العوامل الجوية والرياح منذ زمن طويل